اشتركوا في القناة التمارين الأول انقل ثم اتمم ما يلي 13.2 في 100 142 في ماذا نضربها حتى نتحصل على 1.42 25 تقسيم ماذا حتى نتحصل على 0.025 135 تقسيم ماذا باش نتحصل على 1250 التمارين الثاني الشكل المقابل يمثل نصف مستقيم مدرج تدريجيا منتظما مبدأه مبدأه صفر طيب ما هي فاصلة كل من A و B لاحظ A والره والB رائعين علم النقط على نصف المستقيم أعلى L 3 زائد 2 على 10 F 1.2 K 27 على 10 E 2 نقص 3 على 10 ماذا تمثل النقطة B بالنسبة ل F L B بالنسبة لنقطة F L أو نصف المستقيم F L طيب تمارين الثالث تستغرق السيارة 55 دقيقة في التنقل من مدينة الجزائر إلى مدينة البوليدا أما الحافلة فتستغرق مدة أكثر بعشرين دقيقة أكثر من هذه بعشرين دقيقة ما هي المدة التي تقتضيها الحافلة في التنقل بين المدينتين؟ إذا وصلت سيارة على الساعة 11.5 دقائق إلى مدينة البوليدا فكم كانت الساعة لحظة مغادرتها مدينة الجزائر؟ أعطى لك وقت الوصول سنحوص على وقت الانطلاق 84 أرسم مستقيم D ثم عين عليه النقطتين A و B بحيث A و B مسافة بينهما 6.5 سنتيمتر عين على القطعة A B نقطة O بحيث A O 4 سنتيمتر أحسب طول القطعة B O سؤالي بعد هل تمثل النقطة O منتصف القطعة A B؟ ولماذا؟ أرسم الدائرة C التي مركزها O ونصف قطرها B O أرسم المستقيم D العمودي على المستقيم العمودي على المستقيم D في النقطة O سمي كنقطة تقاطع المستقيم D والدائرة C طيب ما نوع المثلث؟ ما نوع المثلث؟ K O B علل مع التعليل أكمل بأحد الرموز ضع الرموز A و C B و C طيب الوضعية سمير تلميذ السنة الأولى متوسط طلب منه ابن عمه أن يشتري له الدواء من الصيدلية حيث كانت الوصفة تحتوي على أربعة أنواع من الأدوية كما بيّنها الجدول الآتي الزكام السعال أعطي رتبة مقدار للسعر الإجمالي رتبة مقدار للسعر الإجمالي إذا علمت أن سامير كان معه ألفين دينار جزائري ما هو المبلغ الذي سيرجعه الصيدلي إلى ابن عمه؟ طيب نمر للحل مباشرة الحل مباشرة تمرين الأول 13.2 في 100 تعطيني 1320 142 في 0.01 تعطيني 1.42 25 تقسيم 1000 تعطيني 0.025 135 تقسيم 0.01 تعطيني 1350 تمرين الثاني A تعيين فاصلة A هي صيفر فاصل 9 B هي واحد فاصل B 2.2 آه والله 2.2 تمثيل النقطة B بالنسبة للقطعة F المنتصفها آه قبل ذلك قبل ذلك نرجع للسؤال آه علم النقاط الآتية L ثلاثة زائد 2 على عشرة L ثلاثة زائد 2 على عشرة ها 2 على عشرة هي صيفر فاصل 2 وثلاثة معنى 3 فاصل 2 هاي وين 3 فاصل 2 L نقطة L النقطة الثانية F F F 1 1 2 1 1 ورا 1 1 2 F هاي وين F F طيب K 27 على عشرة هي 2.7 إذن 2.7 K هاي وين 2.7 K طيب O 2 نقص 3 على عشرة 3 على عشرة هي صيفر فاصل لثلاثة 2 نقص صيفر فاصل لثلاثة معنى صيفر فاصل 7 O هنا ورا ايه معنى واحد فاصل واحد فاصل أ واحد فاصل 6 واحد فاصل هي أ طيب قال لك تمثل نقطة B بالنسبة F L L وال F المنتصف التح هاي و الله B هو منتصف القطعة نصف القطعة المستقيمة F L منتصفها ثمين اللي بعد المدة التي تقضيها الحافلة بين المدينتين من الجزائر إلى البوليدة طيب أعطاننا احنا قلنا الحافلة 20 دقيقة على وقت الوصول على السيارة إذن 55 زائد و 25 دقيقة 75 دقيقة 75 دقيقة هي ساعة و 15 دقيقة معنى ساعة و 15 دقيقة اللي هي 75 دقيقة كامل عند مغادرة السيارة مدينة الجزائر كانت الساعة هي 10 و 10 دقيقة كيف صبناها؟ وقت الوصول ناقص مدة السيارة هذه السيارة ليس حافلة حافلة لي ساعة و 4 السيارة 55 معنى وقت الوصول 11 أو 5 دقيقة ناقص 55 دقيقة تعطيني 10 ساعة أو 10 و 10 دقيقة كانت الوقت عند انطلاق السيارة 10 و 10 دقيقة الرسم كما راكم تشوفوا هاي وين الدائرة سي مركزها O A و B طيب الرسم عليه 2.5 B O B O هو نصف القطرة تها الدائرة اللي هو 6.5 ناقص 4 معنى 2.5 B 2.5 سنتيمتر النقطة O لا تمثل منتصف A B O لا تمثل A B لانه آره يبعيد شوي على الدائرة لانه O B و A O غير متساويا المثلث K O B المثلث K O B مثلث قائم في O طيب O B مع O K O B مع O K متعامدا طيب K O B مثلث قائم ومتساوي الساقين ايه والله الظلع هذا مع الظلع متساوي اذا مثلث متساوي الساقين طيب رحلت من اللي بعده رتب تساعدياً أسعار الأدوية من الأصغر إلى الأكبر 132.095 من بعد 305.125 من بعد 440.83 الدواء الأقل سعراً هو دواء الحمى وراء دواء الحمى نشوفوه ورقة ثانية دواء الحمى هذا هو الأقل سعراً 122 هذه وهذه 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 ربعة واحد اتنين ثلاثة ربعة تعطينا 437.220 هذه التالية 603.220 ألف وواحد وأربعون دينار جزائر ألف وواحد وأربعون ألف وواحد وأربعون دينار جزائر طيب رتبة مقدار النتيجة هي ألف نجم نقول رتبة مقدار هي ألف المبلغ الذي سيرجعه إلى ابن عميكة عنده ألفين دينار معنى سيرجع تسعمائة وتسعة وخمسون دينار جزائر لأنه ألف ألفين نقص ألف وواحد وربعين تعطينا تسعمائة وتسعة وخمسون دينار جزائر طيب شوفوا نموذج آخر نموذج آخر التمنى الأول أحسب ثم أكتب الناتج على شكل كصر معنى يحسبهم والنتيجة معنى يديرها على شكل كصر سفر فاصل ستة في ثلاثة على عشرة خمسة على سبعة في ثلاثة على عشرة واحد وتسعون على مئة ناقص تسعتاش على مئة من يو سبعين على عشرة زائد واحد وعشرين على عشرة تمرين الثاني أكمل الفراغات عندنا عندنا أربعة أربعة واربعون في ثلاثة فاصل ثمانية وسبعون أو مئة واربعة وثلاثون فاصل سبعة واربعون في اثنان فاصل أربعة وخمسون رتب تنازوليا الأعداد العشرية الآتية تنازوليا ثلاثة فاصل تعالى ثلاثة وثلاثين ثلاثة فاصل ثلاثة 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 أرسم قطعة مستقيم A طالها ستة سنتيمتر ثم عين منتصفها M أنشئ المستقيم دالتا محوار النقطة AB عين النقطة C وD من المستقيم دالتا من الجهتين المختلفة حيث أن MC تساوي MD وتساوي 2 سنتيمتر أنشئ الرباع ACBD ما نوعه وعلل على ورقة بيضة أنشئ الرباع ACBD مثيل للرباع ACBD عند الرسم أترك أثر المدور طيب التمرين الأخير للوضع الإدماجية أرد الأب أن يهب لولديه أحمد وعمر قطعتين أرض متجاورتين كما هو موضح في الشكل أحسب مساحة قطعة أحمد ومساحة قطعة عمر هاي أحمد وهاي عمر هل الأب كان عادلاً في هيبته؟ بينا بلها هذه كبيرة لها هذه لم يكن عادلاً يريد الأب تسييج كل القطعة لها السياج معناها المحيط أعرق يقول لك السياج معناها المحيط مش المساحة المساحة الداخل والمحيط للأطراف أحسب ثمن السياج اللازم لذلك إذا علمت أن سعر المتر الواحد من السياج هو مائتين وثلاثون دينار جزائع طيب نروح للحل نشوف الحل مباشرة شوفوا الحل تمريل الأول 78 على 10 زائد 21 على 10 تساوي 78 زائد 21 خلوا مقام 11 تعطيني 99 على 10 91 على 100 نقش 19 على 100 نحتفظ بمقام 91 99 نقش 72 72 على 100 5 على 7 في 3 على 10 5 في 3 و 7 في 10 معناها 15 على 70 0.6 في 3 على 10 تعطيني 6 على 10 في 3 على 10 6 في 3 18 10 في 10 100 معناها 18 على 100 تمريل ثاني 10 في 0.1 إذا تعطيني 1 0.32 تقسيم 0.01 تعطيني 2 3.1 في 0.01 هي تساوي 310 طيب 1.5 متر مربع تساوي 150 متر مربع ديسيمتر مربع المتر ديسيمتر لكن في المتر المربع كل خانة مقسومة لازوت معناها 150 ديسيمتر مربع تمريل ثاني إنجاز العمليات 134.47 في 2.45 تعطيني 314.5538 4 في 3.78 تعطيني 166.32 طيب 14 ساعة و 16 دقيقة ناقص 3 ساعات و 34 دقيقة طيب هنا 16 من قدرش نقصولها 34 نسلفوا متسوايا ساعة نزيدوها هنا تولينا 1 ساعة و 60 دقيقة 60 نزيدوها هنا تولي 76 76 نقص 34 تعطيني 42 معناها هنا تبقى لي 13 13 نقص 3 10 إذن 10 ساعة و 42 دقيقة الترتيب التنازلي من الأكبر إلى الأصغر الكبير رقع 32.23 23.23 13.32 و 13.32 إنشاء الرسم كما راكم تشوفوا المستقيمة القطعة المستقيمة A B عدنا C D عمودي عليه هذه زاوية قائمة طيب نشوفوا الأسئلة الرباع A C B D A C B D معين لأن قطره متعامدا و متناصفا القطران متعامدا و متناصفا طيب الوضعية الأخيرة حساب مساحة قطعة أحمد قطعة أحمد أحمد المساحة و قطعة مثلث أحمد مساحة و مثلث أعطاونا هذا 47.2 وهذا 25 هذا وهذا اللعنة متساوية راكم نشوفوا في الحل مثلث قائم إذن 40 في 25 على 2 يطعنا 1000 على 2 معناها 500 متر مربع مساحة مساحة قطعة أحمد هي 500 متر مربع المساحة تخرج بالمتر المربع دائما صاحة مساحة أحمد هي 500 متر مربع مساحة قطعة عمر اللي هي مستطيل هذه مستطيل مستطيل باذن طول زائد العرض في اثناني طول زائد العرض في اثناني أو الطول في العرض فقط طول في العرض طول مساحة المستطيل الطول في العرض معنا ثمانين في خمسة اثناني فقط 28400 مربع مساحة أحمد 500 متر مربع ومساحة عمر 28400 مربع هل كان الأبو عادلا لا لم يكن عادلا لأن مساحة مساحة عمر أكبر من مساحة أحمد ثمن السياج ثمن السياج هو المحيط في سعر المتر الواحد معنا نحسبه المحيط حساب المحيط مجموعة الأطوال إذن الأطوال نجمعوهم 3.14 في القطر تقسيم 2 نحسب نحسب الأطوال فقط 25 مع 35.5 مع 80 متر مع 35.5 مرة أخرى هذه 80 النقص لها 25 نصيب هذه الباقي يشعل منزل لها 25 والذي ما نحسب ها نحسب هذه 47.2 نصيب المحيط نصيب ونضرب في 8 طول نصف طول نصف الضائرة شوية كومبليكي نصف الضائرة هذه نحسب ها لأنه داخل ها في المساح طيب ثمن السي هو المحيط نحسب المحيط كمان نضرب في ثمان السي يساوي المحيط 130 دينار جزائري المحيط صاب 283.435 متر إذن ثمان السي يساوي المحيط في ثمان السي تعطينا 65 1190.05 ماذا دينار جزائري بارك الله فيكم لا تبخلوا علينا بإعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة شكرا